لسه فقراتنا مستبرة معاكم في صباح الخير يا مصر دلوقتي تعالوا نشوف أهم الأخبار اللي حتحصل النهاردة وكمان أيضا المباريات اللي حتتلعب في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدورة التدريبية للمهارات القيادية بعنوان إعداد فريق تنظيم الفعاليات المختلفة ودخل للفترة من 6 إلى 9 مارس 2023 بوقر المعهد وتتضمن الفعاليات مجموعة من المحاضرات عن التعامل الإعلامي وفن القيادة ومحاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة النهاردة هتغلق وزارة الداخلية باب التقديم لحج الأرعى اللي تم الإعلان عنه منذ عدة أيام وأعلنت وزارة الداخلية البدء في قبول طلبات التقدم لحج الأرعى حتى 6 مارس الحالي بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مدريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك النهاردة هيعقد الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين مؤتمر صحفي للحديث عن تفاصيل بطولة الجائزة الكبرى للجود وللمكفوفين المؤهلة لدورة الألعاب البراليمبية باريس 2024 واللي هتقام خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس بالصالة المغطى بمدينة بورج العرب الإسكندرية النهاردة والعشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 21 من عمر المسابقة هيلتقي الداخلية مع غزل المحل الساعة 3 العصر وخمسة بالليل هيلتقي المصري مع طلائع الجيش